بسم الله أهلاً وسهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من نومبر ون وحلقة مهمة وضيوفهم وضيوفها فعلاً نومبر ون الزمالك شكل تاني واسم تاني واداء تاني وحاجة مختلفة وفي حتة تانية وخلينا نقول وللأمانة وبكل أمانة فرقة الزمالك النهاردة بتقدم نفسها من جديد للكرة المصرية طب هو إيه اللي جد النهاردة اللي جد النهاردة ويمكن مش ناس كتير قوي بتاخد بالها من الحتة دي إن الزمالك بيتخلص من واحدة من أبرز عيوبه على مر التاريخ الزمالك طول عمره بعد هدف واحد بيقلب الملعب كله لأداء فردي فتلاقي شغل الكعوب بيشتغل ويا سلام لو الفرقة جابت جنين فتلاقي الأداء يتحول إلى أداء استعراضي غير منتج فيحصل إيه؟ الله نلعب كرة حلوة هوب جون هوب التاني خلصنا الماتش تعادل يعني طب أنت بادئ الماتش كده جامد جدا جدا وتلاقي بص الرتم بالأداء الاستعراضي ده أخدك في سكة تادي واحدة من أبرز العيوب اللي بيتخلص منها الزمالك في أكتر من مباراة وبانت جدا المسم ده الزمالك بدأ يتعلم إنه لما يقدر ما يعفيش الزمالك بدأ يستوعب إنه لما يبقى اليوم يومك لازم تخوف خصومك خلاص الوضعية اللي أنا بتكلم فيها دي وضحت خلال الأداء هجوم 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 بغض النظر عن المنافس لأنه أنا بقول لحضراتكم النهاردة هو تأكيد على واحدة من أبرز عيوب نادي الزمالك اللي بتختفي وبتحل محلها ميزة كانت هي دائما الميزة الأصيلة لدى المنافس والغريم التقليدي النادي الأهلي تحديدا في فترة مانويل جوزي أعني ما أقول تماما الأهلي في فترة مانويل جوزي كان لما بيقدر ما بيعفيش يمكن دي أبرز فترة كان واصل فيها الأهلي لمرحلة إنه أنا مليش دعا بالخصم الكرة الكرة رياضة وتنافس وفي الملعب ما فيش رحمة أنا النهاردة كسبان واحد وابتديت سجلت هدف هسجل التاني وهسجل التالت وهسجل الرابع وهستغل ده معنويا وهستغل ده نفسيا وهكسب بيه خصومي مباشرة بشكل نفسي وده اللي ما كانش بيبقى موجود عند نادي الزمالك ده حق أصيل يرد وركز حق أصيل يرد إلى رغبة لعاب الزمالك في تحقيق شيء مختلف هذا الموسم وده نتاج استقرار ووضعية هي طبيعية هتقولي يا عمه انت ايه اللي انت عملت قوله ده هو الزمالك أخذ بطولة الدوري لا ما أخذش بطولة الدوري ولسه بطولة الدوري فيهم نفسة كتيرة جدا جدا والأهلي جاي وجاي بقوة والبرامدز موجود في الصورة بس بقول ده ليه علشان من الانصاف وبكل صدق انه نادي الزمالك في وقت ما كان بيخسر لما كان بيخسر ماتش كنا بنطلع ونقول بيخسر وأداءه وحش وده نتيجة عدم الاستقرار وبنتكلم بجد وفي امتقاد بجد فحق الزمالك وحق جمهوره انه لما يبقى ماشي بشكل كويس يسمع ده ويشوف ده اما وانه اي شيء تاني كان بيحصل في الاعلام غير ده فده شيء غير صحيح الحقوق ترد الى اصحابها واحنا مش بنتكلم على ماتش بالقطعة بقدر ما انا بتكلم عن اداء جماعي خلال هذا الموسم وصل نادي الزمالك انه بقى المتصدر بخمسة واربعين نقطة وكرر نادي الزمالك لم يفز حتى هذه اللحظة ببطولة الدوري ولسه قدامه جيم كبير زمالك كسباني النهاردة المقصة اربعة واحد وكان يقدر يسجل اكتر من كده النهاردة عايز تعرف قوة الفرقة اتفرج على الماتش اللي فات وارجع للماتش اللي قابليه وشوف محمود علاء بيخش في الكرة بدماغه ومش فرق معاه هيتعور هيتخبط هجيب جون هو عايز يجيب جون يا عم انت بتقول محمود علاء اه محمود علاء ما هو واحد من هدفين الدوري دلوقتي محمود علاء اللي كل ماتش ما شاء الله ما شاء الله يثبت للكل وعلى رأسهم اجيري انت شايفني ولا مش شايفني انت معايا ولا مش معايا انا راجل عمال بسجل اهداف انا بقول على انا بقول يا سيدة على محمود علاء ما بقولش عليك انت ابو لقيلة ما تتخطش انا مركز بقى ما تفصلنيش فكل مرة بيوصل رسالة للمدير الفني لمنتخبنا الوطني انا لازم ابقى موجود في المنتخب وهو لازم ابقى موجود في المنتخب بامانة يعني ده انا عافله هنا في الاستوديو بالعرض محمود علاء لو ما راحش التجمع المقبل لمنتخب مصر يبقى الموضوع ده اهواء شخصية بحتة حاسبوني على كلامي حاسبوني على كلامي وانا متأكد متأكد تماما ان واحد زي كابتن هاني رمزي بما له من عين خبيرة داخل فرق مصر وداخل الزمالك انه محمود علاء حيبقى موجود للمرة الجاية وبقول لحضراتكم لو ما كانش موجود وما راحش انا مش هيف له اي تفسير منطقي الا ان هي اختيارات وفقا للأهواء الشخصية دي جزئية بتاعت محمود علاء انا ممكن نقف كتير جدا جدا عند فرجاني ساسي كلام فيه مش هيخلص على فكر بس ده فعلا لما تيجي تقول في يوم من الايام فاكرين منشتات الصحافة الرياضية على مدار الفترات او السنين اللي فاتت الزمالك يبحث على اللعب سوبر ويجي لعيب راتش ويجي لعيب مش قادر يوقف على رجل ويجي لعيب رجل واحدة ورجل ده لعيب سوبر ده اللي يتقال عليه سوبر ده اللي يتقال عليه هاشتاج نمبر ون مش حد تاني فرجاني فعلا مكسب واضافة كبيرة جدا لنادي الزمالك على جماهير نادي الزمالك ان تسعد بفريقها وطول عمر جمهور الزمالك واقف ورا فريقه بيكسب بيخسر طول عمره موقفين وراه ولكن مرة تانية ومرة تالتة اتبسط افرح بفرقتك بس خليك فاهم كويس قوي ان بطولة الدوري طويلة وانت لسه لحد دلوقتي وفصش ببطولة الدوري بس حقك انك تبقى مبسوط دلوقتي بالفرقة دي اللي انت عانيت كتير علشان توصل للمستوى دي واللي انت عيطت كتير جدا جدا وبكيت ومشيت وراها في اماكن كتير وسافرت وتعبت عشان في يوم من الايام تتفرج على فرقة مستواها محترم زي المستوى ده ودخلة معايا في منتهى الاهمية انا معايا على التليفون كابتن محمود البنة حكم لقاء اليوم اللي جمع ما بين الزمالك